السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير مع إطلالة شروق شمس هذا اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان لعام الف واربعمائة وخمسة واربعين للهجرة الموافق للرابع من إبريل الفين واربع وعشرين شروق شمس هذا اليوم ملفت للنظر ولكنه كما تشاهدون هذا السحاب الذي يطوقه فيحجب الأشعة وقلت كثيرا بأن مثل هذه المواقف أو مثل هذه المناظر تتكرر كثيرا لذلك أنا لم أعد أعتمد على شروق الشمس في مثل هذه الحالات البارحة كانت ليلة عادية مثل ليالي رمضان التي مضت في العشر الأواخر أو مثل ليالي العشر التي مضت في الحادي والعشرين وحتى ليلة البارحة الخامس والعشرين على كل حال ليس لدي جديد يعني أطرحه في هذا الموضوع سبق أن كررت الكلام فيما يتعلق بالأشعة وإنني أتحرى ليلتها أكثر من تحري شروق شمسها هذا ما عندي ولكم الحكم والخيار والله أعلم وأحكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم